وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الجهود التي تبذلها الدولة لنقل 35 طفلا من المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية وأشار وزير الصحة إلى تجهيز سيرات الإسعاف والحضنات على معبر رفح من أجل استقبال الأطفال في إطار سعي مصر لإنجاح جهود إجلاءهم كما لفتت وزير الصحة إلى تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة استقبال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل المصاب في ساقه وعلاجه في مصر مؤكدا وصول الطفل الفلسطيني إلى الأراضي المصرية لإجراء التدخلات الطبية العاجلة تمهيدا لإجراء عملية جراحية حتى يستطيع أن يقف على قدميه دون الحاجة إلى بترها ترجمة نانسي قنقر